حلا سحريا لكثير من المشاكل الطائفية في مصر إلا أن التفاصيل بيانت أن ذلك لم يكن صحيحا مناقشات كثيرة دارت حول هذا القانون سواء بين علماء الدين المسلمين أو بين رجال الدين المسيحيين أبدت الكثير من اعتراضات حول المشروع بصيغته السبقة بعد تكرار العديد من الحوادث الطائفية فإن في كل حادثة يعقبها نقاش حول هذا القانون مؤخرا وقبل أيام قليلة أعلن مجمع البحوث الإسلامية رفضه لهذا القانون كما قدم له من مجلس الوزراء وكان القانون قد قدم للمجمع قبل نحو ثلاثة شهور فلماذا رفضه مجمع البحوث الإسلامية وكيف يمكن تجاوز هذه المسألة هل بالفعل الخلاف حول بناء الكنائس هو الأساس في أي خلاف طائفي ما هو السبيل لتجاوز ونزع فتيل أزمات طائفية تعصف بالوطن كلما تكررت هذه هي بعض الموضوعات التي أناقشها مع ضيفي في هذه الدقائق معي الأستاذ الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار وأستاذ الحضارة الإسلامية السابقا بجماعة السربون أهلا دكتور أهلا بحضور أولا إذا أردنا أن نعرف لماذا رفض مجمع البحوث الإسلامية قانون دور العبادة الموحد هل أنتم الذين بدرتم بهذا الرفض أم أن الرفض جاء من الطوائف المسيحية شكرا جزيلا أولا اسمحي أحييك على عربيتك السلسة وأتمنى أن ينتشر هذا أكثر في الإعلاميين العرب والمصريين وثانيا يعني لا أدري من أين أبدأ ولكن هل من رفضنا ورفض غيرنا أم من زوايا أخرى على كل حال ربما يأتي بعد ذلك الحديث عن الحاجة إلى قانون هل هو بناء الكنائس فقط هل الكنائس والمساجد هل يعني كلهما في أسباب أخرى هي التي تؤدي إلى المشاكل الكبرى وليس بالتحديد دور العبادة ولا حتى الكنائس ربما على كل حال المجمع البحوث الإسلامية اجتمع أمس فقط ليس من قدة أيام وكان من أسرع القرارات التي اتخذت وهو يعني الرفض ولماذا بسرعة جدا ولكن من الجميل أن يقال أنه قبلها بيومين فقط بيت العائلة المصرية ومن الأولى أن يناقش قبل مجمع البحوث الإسلامية لأنه يضم مصر كلها كلها الأزهر والكنيسة القبطية الأرتدوكسية الكنيسة الوطنية المصرية الأولى وثلاث كنائس أخرى أنا ستوقف يعني وقفة خاصة أمام بيت العائلة وأسبابه ومباراته وحتى الطريقة التي تم تكوينه بها لكن ما أريد أن أعرفه المبرر الذي على أساسه صدر القرار برفض هذا القانون حيث بتقول أنه كان أسرع قرار معلوباتي تقول أن المشروع كان لديكم منذ نحو ثلاثة شهور قبل رفض هل يمكن وصفه بسرعة هنا؟ لم يعرض إلا من أربعة أيام لدرجة أنه كان فيه فهم تصور أنه وصل لنا ولم يكن ذلك موجودا على الإطلاق وأنا عضو في لجنة العدالة الوطنية وفي آخر جلسة مع الرئيس الوزراء قلت لهم أن لم يصلنا شيء لماذا تأخردتم عن أي شيء؟ لم يصلنا شيء بشكل رسمي وهم يكون نشط في الصحف ولا حاجة لكنه لم يصل إلى الأزهر الشريف أو لمجمع البحث الإسلامي إلا قبل مناقشته ورفضه بأربعة أيام ولما أتكلمت أو أتيت باسم بيت العائلة المصرية لا لأتكلم عنه بشكل عام ولكن أيضا لأنه نفس الموضوع عرض فيه قبل مجمع البحث بيومين أو ثلاثة الأهمية رفضه في بيت العائلة المصرية أنه الكنائس والأزهر مع بعض وبالتالي أصبح سهل على الأزهر بعد كده أنه يأخذ الموقف لأنه كان عنده نصف كان يشكل نصف الوزن فيه أو أكتر فيه جلسة سابقة هو الأول أصلا كمان أخذ على إعلام كله المصري كله والشارع أنه سماه قانون دور العبادة الموحدة كلمة موحدة غير موجودة فيه وده بتزيل نصف المشكلة لماذا؟ لأنه لم تكن موجودة في المشروع الذي عرض عبادة مش مكتوبة على الإطلاق موحدة قانون بناء دور العبادة ربما وده إحقاء الشارع ماشي موجودة نحن بنستجيب له كلنا بنفهم وبنتفاهم معه لكن ما يلقى ظلاله على القوانين وعلى الثقافة الرسمية المكتوبة يبقى بيعمل خالة كبير ويعمل بلبلة وكأنه بيفرض أشياء غير موجودة وبيخلق مشاكل غير موجودة لماذا؟ في سنة 2001 في 17 أكتوبر يعني من سنة من 10 سنين تماما تقريبا نعم صدر شيء اسمه شروط بناء المساجد الجديدة نعم والتي وافق عليها مجلس الوزراء كمان يعني الأوقاف قدمتها أستاذ الدكتور زازوء قدمتها لمجلس الوزراء ومجلس الوافق 17-10-2001 وقال لنا الدكتور زازوء وكان مؤكدا أنه عندما صادرت أرسلت نسخة منها إلى الكنيسة ووافق خلاصة البابا لأنه ده مناسب ويمكن أن يكون هناك ما يماثله للكنائس طبعا لما فيه وقت نشوف التسعة شروط نلاقي قانون بناء دور العبادة اللي كان جاي اعتمد عليها أساسا لكن مش كلها وجاب حاجات يعني أكثر غموضا منها فقلنا طيب ليه دام ونمرتضينه ولم أعرض وطبعا يعني القانون موجود ومقر منذ عشر سنوات بالنسبة للمساجد وعندما يقرأ وعندما قرأته الكنيسة وقتها قالت أنه لا مانع أن يصدر ولذلك امبارح في الرفض هو وفي بيت العائلة مش الرفض فقط بقول لا حاجة بناء إلى قانون جديد فلدينا ترسنة من القوانين في مجالات كثيرة والمفروض أن نركز على شيء آخر وهو التنفيذ لما هو مقر وجيد جميل هذا بالنسبة للمساجد هل يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للكنائس تماما ولا في حاجة زي ما ذكر البعض لقانون موازن لدور العبادة المسيحية في حضرتك تمت دعم أمس تمت مناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة بعد قراءة مواده وبعد دراسة التفاصيل اتفق كل الحاضرين أن من الأفضل في مجمع البحوث شروط تنظيم بناء المساجد الموجود فعلا منذ سنة 2001 واعتماد قرار بتنظيم بناء الكنائس موازي لهذا القانون وأما الكنائس المغلاقة التي صدر لها تراخيص فقد أوصل مجلس مجلس حتى المجمع البحوث الإسلامية بضرورة إعادة فتحها نعم والكنائس القائمة التي لم تصدر لها تراخيص يتم الترخيص لها بعد توفيق أوضاعها الأوضاع هي الشروط اللي هنا المعمارية والتي أثارت اعتراضات عندما عرضت على الكنائس المختلفة في وقت سابق أليس كذلك؟ ربما ليست الشروط الواردة هنا هذه شروط جديدة بخلاف التي تمت مناقشتها بعد الثورة مباشرة والتي كانت تتحدث عن مساحة الألف متر وعن عدد المعاية المسيحيين هناك عيب أساسي في المشاكل بدأ ينتهي الآن وهو أنه كانت المشاكل ينظر لها نظرة أمنية بعدها وهذا لا يصح إحنا الآن أصبحنا بالحاجات مجتمعية ثقافية أمنية مجتمعية ثقافية الأول وتحفظ للأمن أنه يبقى مستقر في مصر بشكل عام كل ما يؤدي إلى الأمن وارد والأمن لا يمكن يطلب القهر لقهر الفئة ولا الضغط عليها ولا حاجة بدون تقد أثرت هذه النقطة دكتور وأنت تتحدث عن العوائق المجتمعية الحقيقة أنه أصبح مشهد متكرر أحيانا يكون مفتعل أنه كلما اجتمعت مجموعة من المسيحيين في مكان سواء كان بيت أو كنيسة وصرت حتى إشاع أنه يتم تحويله إلى كنيسة نجد من يتدافع ويعني يأخذ مبادرة وإخشيه يعني من النحية الدينية وأنت أستاذ للحضارة الإسلامية قبل أن تكون مستشارا للحوار ما الذي يدير أي شخص في أن يقوم مجموعة بالتعبد وفقا لدينهم في أي مكان الإسلام الذي نعرفه هو الذي يدرس في الأزهر ولا أعرف إسلاما غيره هو قائم على التعدد وحق الاختلاف لأنه قرآني مبدأ قرآني فلا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يمنع إطلاقا يعني أو ما يمس دار عبادة غير المساجد والقرآن الكريم في آية معرفش بديهية ولماذا لا يقرأها الناس سهلة جدا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 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 مش إسلامية وبيع وصلوات ومساجد جاية في الآخر يذكر فيها اسم الله كثير أي مكان يذكر فيه اسم الله يبقى مكان لازم يحترم كيف يذكر ده شيء آخر لأنه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجروا من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنهم وفي آية تانية يجيب غيرهم بقى ويقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ما نحنش مطالبين على الإطلاق إلا بشيء واحد مهم جدا وأنا بنتهز الفرصة جايز مش في الموضوع ده لكن هو فيه في قلبه في الحقيقة لأنه نحن ببنركز على الحاجات المهمة وأرجو إن الإعلام ينتقي العناصر اللي بتتكلم في الدين لماذا غابت هذه الثقافة على المجتمع المصري دكتور؟ مصيبة أنا أولى يعني أنت تستشهد باعيات موجودة في صلب القرآن ونقرأها جميعا لكن الحقيقة أن هناك من يتحدث من المشايخ في خطاب أخر البعض ومن القساوسة أيضا أنا ماشي من عامي ومن القساوسة لكن أنا أتحس بأعتباري في الأزهر وأتحدث إليك بأعتباري وتأخرت عنكم لأن كان لدي سيناتور فرنسي كبير جدا جاء اللي نتكلم في هذا الموضوع الحكومة الفرنسية تسأل وقال بأدب شديد نحن نريد أن نفهم ما يحدث عندكم فقط وشرحت له بالتفصيل الحقيقة أنا كأستاذ حضارة وأنت أثرت فدتيني الحق أن أحلل بطريقة غير المعتادة مركزتي على مشكلة أو مشيكلة أخدها من سياقها لوحدها كما لو كانت حتحال أنا أميل إلى وضع الصياق كل موضع التحليل المشكلة نتيجة وليست بداية فلازم المقدمات والحاجات تطرح على كل حال تم في أكتر من تلاتين سنة تصطيح الثقافة المصرية وحصل فيها تدهور ولازم نعترف بدأ عشان نصلحه أول خطوة نعترف بالواقع التشخيص وتم نوع من محاولة إبعاد مصر عن الصدارة فالأزهر كمان تمت محاولات مثل هذه له مع أنه هو المأمن الأول لعلم تعددي وسطي محترم جدا وده يتحط على جانب فيه تلات وزارات وتلات هيئات في البلد بيصنعوا الوعي الشعبي وزارة التعليم ودي اللي همها كبير قوي 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 لأنها بتاخد الأطفال قبل ما يسمعوا ويشوفوا في الراديو ويقروا في الجرنال ووزارة الإعلام صحيح اللي حضراتكم تنتموا ليها واللي هي وزارتنا ووزارة الثقافة الثقافة مفاهيمها اختلت في مصر لأن تركت أبواب مفتوحة لأشياء كتير جدا لكن لو قيل لي ألخصها في أسرع كلمة ممكنة أقول الدكتاتورية وغياب الحرية هو السبب الأول لكل تدور الإسلام اللي أنا عارفه والقرآن الكريم الذي أحفظه واللي أنا مهتم به وماليني طول حياتي لا ينمو ولا يزهر إلا في جوة من الحرية لأنه دين التحرير إسلام دين الحرية وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله يعني بنعكس على تحريره في كل أشياء تجبت عقله أو وطفه وتعوقه وتقفه الدم ورغم ذلك نجد أن المجتمع المصري لديه مدون تتحدثت عن التشخيص ميل أكثر إلى قراءات ربما أكثر تشددا يصدق أكثر العالم الذي يحرم أكثر مما يحلل نجد اتجاه حتى من بعض الطيارات الإسلام السياسي إلى تكفير على خلفية سياسية أستطيعه بصرعا أقول لك لا أدعي أنه كلام جامع مانع ولكن هو أقرب إلى الحقيقة في رأيه أي أمة من الأمم تاريخها يعني مليء بالصعود والهبوط فترات قوة وفترات ضعف كده وتلك الأيام ندولها بين الناس في فترات الضعف يا سيدتي تميل الأمة إلى التشديد والانغلاق والتعصد لأنها خائفة على الهوية المهددة لما كان بغداد في القرن الرابع والخامس والحد العاشر الرابع الهجري عفوا لحد الحداشر الميلادي كان الحضرة في أوج عظمتها فكانت كالبعدة القوية تهدم كل شيء ففيها الأديان الأخرى والأقليات حتى الإلحاد كان مصرحا بيه والشيء العربي دليل عليها ولم يصبه لكن منذ اكتاح التتار بغداد وأحرقوا مكتبتها وسقطت الأندولوس من ناحية الثانية انتمش العالم الإسلامي وضعف وأصبح في خندق الدفاع بعد أن كان في خندق المصدر للحضارة وبالتالي أصبح هناك خوف الخوف مصيبة كبرى تجعل الإنسان يتقوقع على ذاته ويختار رغم أنفه أشد مذاهب واتجاهات الفكرية تعصر يعني إذن من هذه القاعدة التي تتحدث عنها وهي أن الانغلاق وصنو الخوف واللحظات الضعف وتدهور الحضارة وهي النقطة سأعود إليها لحقا في الحوار أنتقلوا مرة أخرى إلى التفاصيل وإلى الإجرار أنت تحدثت عن بيت العائلة نحق أن بيت العائلة بطريقة تشكيله أثار عديد من التساؤلات هناك من تحدث عن الفكرة أنها امتداد لأفكار العام صدرت أمس في الوافد فيه واحد في الوافد لا أذكر اسمه أذكره بس لأن أقول لأنه ما هي منيش التعريض بحد لا ننقش الأفكار نشر في الوافد أمس والأمس الأول وأنا بعد أن ساورتني لمدة دقيقة فكرة الرد قلت لي لا لا إطلاق لن يعطى هذا الحجم على الإطلاق لأن الشارع رد عليه فعندي كلام أنا لا أعرف أن هذه النقطة التي تتحدث عنها هي نفسها أملاك أنا أسألك عن فكرة أن يكون هناك من قال لماذا نحتاج إلى مثل هذه المؤسسات إذا كان هناك قانون يسير على رؤوس الجميع ويساوي بينهم وأنها إعادة إنتاج لأشكال القضاء العرفي واللعيب وقانون العيب أو حتى بصرف نظر عن العيب فكرة أن حل المشاكل بطريقة أقرب للمجاملة وليس الحل الجدري جامليني وتركيلي دقائق قليلة جدا لو قلت فيها ما هو بيت العيلة وما هي أهدافه هو اسمه مغري بأنه يتهم بهذا الاتهان نعم بيت العائلة لأن الإمام الأكبر الفيلسوفي الأستاذ أحمد الطيب شيخ الأزهر رجل صعيدي وعنده يجمع الجانبين يجمع الحلول العلمية التحليلية الدقيقة جدا لأن الفلسفة هي أم العلوم وعنده رجل من الصعيد شاف مثلنا في جيلنا وإحنا شباب المجتمع بيحل المشاكله بطرق ما لكن بيت العائلة أبعد ما يكون عن النوع الثاني مجلس مشترك اسمه هيئة قومية عليا في اللاحة بتاعته بيجمع رموز من الأزهر والأربع كنائس الأخرى ومعهم رموز مسيحية وإسلامية ليست رجال الدين ولا من الكنائس ولا من الأزهر متخصصين في علوم الاجتماع والتاريخ والخضارة وعلم الأديان والقانون والشريعة يعني مجلس أمنا مكون من 30 وطبعا زي ما شفتي من الدينين الاثنين لكن على أعلى درجة من الاستنارة العلمية والوضوح عشان هدفين اتنين يا أستاذها الهدف الأول هو إصلاح الخطاب الديني الإسلامي المسيحي الذي أصابه عطب في السنوات الأخيرة هي الدولة كانتش مهتمة إلا بأمنها فقط مش عنهم بش في كبور الماضي طيح إصلاح الخطاب الديني يعني تركيز الانتباه ونرجو أن الإعلام يساعدنا في هذا على القيم العليا المشتركة في الأديان وفي مقدمتها لإسلام والمسيحة قيم الحق والعادل والبناء والأمن والعلم كاقيمة عليا جداً وبس هذا الخطاب في الإعلام بالتام مش بمش أقول خطاب إسلامي لا أحاكلم عن العلم النهارة واحد في المسيحية اتنين في الإسلام واحد في العهد الجديد اتنين في القرآن الكريم طيب وهذا الخطاب ينزل شوية بشوية إلى المساجد والكنائس ونستغل ليل ونهارة عشان نعمل كتاب يجمع هذه التيمات المشتركة ويدرس بنأمل لتلاميذ صغيرين مسلمين ومسيحيين في فصل واحد كل وقت حيلاقه الدينه حاضر وحيلاقه حاضر في موضوع كبير فحيبقى رأسه مرفوعة وطلع فخور به الهدف الثاني البيت العائلة وده البيت القصيد كمان الأول ده مش ساحل اللي أنا قلت ده عايز جهود كبيرة لأننا عندي منتاليتي عقلية أصابها لوثت في خلال 30 سنة وأنا عايز أن أتضافها الهدف الثاني هو وضع مشاكل تمييز أو الاحتقان الطائفي سميها كما تشعين على مائدة البحث بشكل صريح بواز الحاجات في مصر التابوه الحاجات اللي ما كنتش بنا نتكلم فيها ممنوع الكلام كدس أنا توقف عند المزيد من هذه التابوهات لكن سؤال آخر فيما يتعلق بتكوين بيت العائلة الذي مفترض أنه يضم رؤوس سواء في الأزهر أو في الكنائس المختلفة حتى الآن من علامات الاستفهام بالنسبة للاجتماعات التي تمت حتى الآن هو غياب مثلا رأس الكنيسة الأرسوزكسية البابا شنودة لم يحضر أي من هذه الاجتماعات فهل هذا يمثل موقف رفض يعني كيف يتم تفسير هذا الغد؟ كنت أنتظر هذا السؤال وشكرا لك أحيانا أنا ساعات بوجه المزيد إلى الأزهر لكن أنت ما تركتش فرصة أن أتفاق عليك أبدا ممتازة ولا أفخر بك حقيقة لما عملنا مشروع بيت العائلة وقدم لقدسة البابا في يناير في عيد الميلاد المجيد ودرسوه ووفقه عليه كيلة طبعا هو الاثنين الأعليين شيخ الأزهر والبابا واقترحت الكنيسة أنه يعني نائب البابا المباشر الأنبا إرميا يبقى هو اللي بيحضر لأنه مش ممكن البابا بصحيته بصحيته نعرفينها وراجب كبير في السن أنه هو ييجي ويحضر اجتماعات ونقول له تعالى الحق بكرة الساعة عشر في اجتماع ده غير لأكو بسافر للألاج وكده فأناب عنه الرأس أو المستوى الثاني مباشرة يعني السبب الوحيد لغياب البابا هو أسعب صحية طبعا ليه لأنه كاتبين في اللايحة الأساسية لبيت العائلة رئاسته بالتناوب كل واحد أربع سنين فهو قدسته قال بما أن الشيخ الأزهر والاقتراح المشروع بقى هو الدورة الأولى وشيخ الأزهر رحب بهذا فيش مشكلة لكن مغابش عن الكنيسة القبتية الأرثوديوكسية مغابش عن الاجتماعات غير مرة واحدة فقط هي الاجتماعات طارق تاني يوم أحداث ما سبيره واعتذروا للإمام الأكبر قدست البابا اعتذر له وحتى فكرة أذكر كمان لفرصة الإمام الأكبر بيكلفنا نبلغ أصدقائنا في الكنائس الأخرى إلا قال أنا أدعو قدست البابا بنفسي وده احترام كبير جدا يعني أنت ما تقوله دكتور محمود الآن هو أن غياب البابا شنودة ليس له تفسير إلا حالته الصحية وأن هناك تنسيق فيما بينكم هنا في الأزهر وما بين الكنائس وأن الموقف الذي يصدر عن بيت العائلة هو موقف توافق عليه الكنيسة جميعا وده أقولك على حاجة حضرتك لما قلنا هنا في الإعلان بتاع إمبارة بيان إمبارة أن الكنائس كذا كذا بشرط أن كل الطواقف المسيحية توافق على القانون اللي حيصدر الكنائس ليه؟ لأنهم قالوا في بيت العائلة وده الفرق بين بيت العائلة ومجمع البعوث هنا في مجمع البعوث من ناقش اللي بيخص الإسلام وما قد يخص الآخرين لكن له علاقة مباشرة بالإسلام طبعا لكن في جلسة بيت العائلة كنا مشددين على أن الشروط تقبلها كل الكنائس لأن في بينهم وعشان كده رفض كلمة موحد طبعا أنت أنت تقول دكتور أن هذا القانون عرض عليكم قبل أن تصدروا قراركم الخاص به بأربعة أيام هل ينطبق هذا على بيت العائلة ولا أخذ وقته الكافي من المناقشة سواء بين الكنائس المختلفة أو هنا في الأزهر الشريك لا هو موقع تطوير ربما درسوا أفراد لوحدهم لكن المؤسسة الأزهر ككل مجمع البعوث الإسلامية وبيت العائلة ككل واحد من ثلاثة أيام واحد من مرحل هل هذا وقت كافي في ظل تعدد الكنائس في مصر وفي ظل اعتراضات مختلفة كانت على اشتيغة القانون السابق من الكنائس المختلفة التي لم تستطع أن تبلور موقفا واحدا تجاه هذا القانون هل يمكن اعتبار موقع بيت العائلة موقفا ممثلا للمسلمين والمسيحيين هنا طبعا طبعا ما لنا في حضرة المجمع البعوث بغدك تاني للخلف إلى بيت العائلة ليه لكنك تقول الآن أنه حتى لم يحظى بدراسة كافية في بيت العائلة لا يا أستاذة ثانية واحد ثانية واحد بيت العائلة دهوت قانون كان فيه أفراد أريينه قبل كده ده قانون البيت دور العبادة اللي جاي لنا وده احنا موقفكم ايه يا جماعة فقالوا لبعض أروا وصلنا عنه وحاجات وهنا مرفضين ليه قالوا عشان كذا 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 ونعلم أنتم تفكرين شروط بناء المساجد قالوا آه ده كويس وهم جايبين كمان اعترضتهم لو في وقت على قانون دور العبادة لأنه جاهزوها قبل ما يحصل الاجتماع وتم تدولها ربما في الإعلام في وقت سابق على الصيغة القديمة طب طب لكن ما نراه هنا وأرجو أن تصححني إن كانت توصيف حالة غير سليم أن لدينا أصبح قانون لبناء المساجد وأن هذا القانون موجود منذ عشر سنوات كما أشرت قبل قليل وعرض وقتها والكنيسة كانت على علم جميل لكن حتى الآن الخلاف هو حول بناء دور العبادة المسيحية وفي الغالب هذا هو ما يثير المشاكل في كثير من الأماكن إلى أي مدى هناك مقدرة لمؤسسة بيت العائلة كمؤسسة تمثل المسلمين والمسيحيين بهذا الشكل قادرة على أن تبلور هذا القانون ولا حداكم بتتركوا الأمر للكنيسة تصوغ رؤيتها لا لا شوفي حضراتك شوفي حضراتك لو ما فيش وقت لدراسة التسعة شروط اللي بتاعت المساجد ولما تقريها لو حطيت كلمة مسجد ما كان كلمة كنيسة ما فيش أي غضاضة إلا شيء واحد بس تفق عليه أن المسيحية مش مذهب واحد في مصر وبالتالي كل الكنائس تمثل يعني من ضمن النقاط التسعة أو فيما أعلمه عنها أن من ضمن الشروط ألا يزيد أو ألا تقل المسافة بين مسجد وآخر عنها واحد كيلو متر تصوري ده صحيح بس كمان هل تنطبق نفس الشرطة على الكنائس إذا استبدلت القوانين وألا يمكن أن يؤدي هذا إلى بعض المشكلات كما حدث مثلا في أسوان لا هو ما حدث في أسوان في الحقيقة نتيجة يعني 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 عدم إدراك من بعض المسيحين ومن بعض المسلمين اللي بيردوا وبيتحوروا بطريقة غير موضوعية وغير علمية وغير إيمانية كمان وتورط الإدارة وعدم إدراك المحافظ اللي كان ممكن يحل المشكلة وما تصدرش إلى العاصمة جميل بعيدا عن موضوع أسوان فكرة أن يكون هناك شرط مثل كيلو مترا واحدا في ظل ما رأاه البعض مثلا من عدم عدلة هذا الشرط إذا كان من نسبة الكنائس وفقا لعدد المسلمين والمسيحيين في مصر هنا كانت لا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المجمع إنشاءه عن 500 متر أنا كنت بقول كيلو وغلاء نصف كيلو كمان آه طيب خلاص إذا ده وبعدين في حاجة كمان فيه الآخراني خالص أخذ بالحضراتك التمانية رقم تمانية لا يجوز التصريح من الجهات المختصة في المحليات يعني المدنية بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من الأوقاف لازم زيه موافقة من الكنيسة للأم ما يروحش واحد مسيحي عنده فلوس وعايز بيبن حتة لوحده ويروح عاملها ونسرخ ونقول ده ما بيبنهاش الكنيسة تقول آيوة أحنا عايزين في الحتة دي نحتاجوا إلى كنيسة وبعدين وموده ده في الاهتياجه الاهتياجه أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية إلى المسجد المراد إنشاؤه بها وذلك بسبب الكثافة السكانية التي لا تستوعبها المسجد المقامة فعلا طبع الكنيس كمان جميل أنت من ظن الأشياء التي أشرت إليها دكتور محمود فكرة أنكم في بيت العائلة تحاولون أن تمثلوا الفلسفة العليا للأديان القيم التي تنادي بها هذه الأديان والموجودة في الإسلام وفي المسيحية في كل الديانات السماوية لكن هل تصل هذه المسألة التي تمثلها العقول الموجودة في بيت العائلة إلى أصغر الرؤوس الموجودة في وزارة الأوقاف يعني هناك من يتحدث تحديدا أتحدث عن أئمة المساجد وهو من الناس الذين يعني المواطن يصلي الإنسان يصلي مع شيخ الجامع قد لا يعرف دكتور محمود عزب ولا يستمع إلى شيخ الأزر إلا في تلفزيون لكن الحال فهو يتأثر أكثر بشيخ الجامع إلى أي مدى هذه الموثل العليا تصل الجميع إلى أي مدى تحرصون يعني سيكون من ضمن ما تحرصون عليه تأهيل الذين يقومون بهذا الدور والله يسمحي لي بدون يعني مواربة أنا أحييك لأن من المرات النادرة اللي فيها الموزيع بيوجه أنا أشكرك على التحية لكني أريد أن أعرف الإجابة أكثر أقول لك من أقول لك الأسئلة الفيتالي الحيوية اللي دخلها في الموضوع تبأ أكيد فلحية مش كم مسجد وكم كنيسة أد لأن أنا قلت مبارع بقول في تلفزيونيات كل يوم أنا ليس من المهم يعني الكنيسة أو المسجد المهم ما يقال في دخلها وما يقال في دخلها أحيانا يتحفظ مواطنون عليه يعني بعض الناس يتهم بعض خطباء المساجد بإثارة الفتنة ولهذا ليس الدولة ولا الأزر ولا الكنيسة التي يجب أن تراقب يجب أن يكون المجتمع المصري راشيد بالغ عاقل ويعلن عما يضره ويواجهه هو بنفسه بشكل إنساني نبيل ويعلن على الأقل رفضه ليه دكتور محمود هل ترى هذا الكلام واقعيا في ظل مجتمعا يقع نحو 70% منه من الأمية ويتأثر الكثيرون بالمشايخ التي يمع في القرى أرد عليك يا ابنتي لأصادر السؤال أو أوجهه إلى جهة أخرى طول التجربة مساعدة ديمقراطية أنا أقول أن ديمقراطية وحرية وعشان الثورة أي ما حاجة أقول بغير الحرية أبن هو إلا نبقى ديكتاتورين وزفحين ونازيين لكن ألا ترين أن الحرية والديمقراطية تجعل اللي أضروا بالوطن حتى من فلو حزب الوطن يبلغهم حق يتكلموا ومع ذلك أنا أقول إيه كمواطن يعرف قيمة الحرية والثورة لازم نمر بالمرحلة دي حتى يتعلم الناس وبالتالي لازم نترك مساحة للتجربة وأخطاء ندفع تمانها ونخرج منها فاهمين بسمح لي سيد زعويت سيغة سؤالي مرة أخرى يعني عندما يتحدث أحد من الحزب الوطني عن رأيه السياسي فهذه مسألة يمكن الأخذ منها أو رد عليها لكن عندما يعتلي أحدهم المنبر ويتحدث في وسط البسطاء بخطاب يراه الذين يستمعون إليه باعتباره وجهة نظر الدين الإسلامي أين دوركم؟ أقول لك حضرتك حيا قبل الثورة أنا هنا من سنة من أكتوبر 2010 يعني قبل الثورة قبل الثورة كان مسألة متروك الأمن لا شيخ الأزهر هذا الذي يستحق أن نعمل معه بكل قوة وكل جهد وأن نترك مناصبنا وكل حاجة مبتنعين برسالته عمل قدامي اجتماع لأكتر من ربعمية إمام في قاعة الإمام محمد عبدو داعي وكان في منتهى الشدة والحسم في نقد خطابهم ودعوتهم إلى أن تكون لله الدعوة وأن يتجردوا من أشياء كثيرة وأن يتنبهوا إلى ما يحاك للإسلام والمسلمين في إدخال ما يفسد الخطاب وأن مصر متميزة بإسلام ومسيحية معتدلة كانت دائما وعشان كده هل هناك مراقبة لمدى التأهيل الذي يخضع له قضباء المساجد من الناحية العلمية قبل أن تكون حتى من ناحية المواقف؟ بدأنا دورات تدريبية للأئمة بزخم شديد جدا لأنه الأزر وظيفته إيه؟ هو لا يشرف على الأئمة والمساجد للأوقاف لكن هو المعمل اللي بيخرج الأئمة ولهذا طلب البعض بأن تكون الأوقاف تابعة للأزر وهذا موضوع آخر قد عود إليه تحوار عقل لكن هي المشكلة الكبرى هي غالبا لا تأتي من المساجد الكبرى التابعة للأوقاف تأتي من أشياء أخرى ولذلك التوسع قوي في بناء المساجد بدون قدوة ولهذا يبدأ الكثيرون في هذه المرحلة للسؤال عن دور الأزر الذي يتصور الكثيرون أنه هو ممثل الإسلام الوسطي المعتدل والذي يمكنه أن يمثل الكثير من الظواهر السلبية وهنا أنتقل بك إلى نقطة أخرى وأنت مستشار شيخ الأزهر للحوار الحوار ليس فقط بين دين وآخر لكنه بين طواف وبين طيارات مختلفة مؤخرا استقبل دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعض مشايخ الطرق السلفية الذين يتأثر بهم قطاع واسع من الشارع المصري ولديهم بعض الرؤى التي قد تختلف مع الرؤى التي قد يطرحها الأزهر قد يختلف الأزهر نفسه معهم وقد يختلفونهم مع الأزهر كيف يمكنكم إقامة حوار بناء بحيث لا تتعادل رؤى في مصلحة الجميع ودائما اختلافهم رحمة لكن في تبني رؤية لا وسطية تسييف طريق الحوار سؤال جميل قوي بس حضرتك المرة القادمة بيعملي ساعة للحوار اللي واحد ولكن نحاول بسرعة ده مهم جدا دي رسالتنا في الأزهر وهي على فكرة تحل كل المشاكل الحواري يعني الآخر موجود ويسمع ويأخذ منه ويرد عليه ويناقش بالاقتناع والاقناع الأزهر الجديد في أزهر جديد وكلمة أزهر جديد بيعملي بيهارض لها لقاء مختلف خالص عشان ما يتسيبش تلاتين سنة كتنصل كلها مهمة جهة تحسب على الأزهر طيب الأزهر الجديد شال كلمة حوار الأديان أنا مستشار الإمام للحوار مش مكتوب الأديان لأن الحوار مع أي مختلف مع الماني مع حد علاقته بالدين هو كما يشاء لكن لأن الحوار حوالين القيم العليا المشترك ودي موجودة في الأديان وغير الأديان العادية لما فيش اتنين نمكر وقت نمرت اتنين مع أي مختلف لماذا؟ والأولى كمان المختلف داخل الثقافة نفسها صحيح لماذا؟ لنتفق على الحد الأدنى المشترك الضروري أن ننفذه معا والهدف إذن مش الإقناع أو الإقناع ولذلك العقيدة مبعدة من الحوار مش مجال للحوار المسيحي مؤمن للأب والابن ورواح القدس إلى واحد ما قولوش ده لي وده ما ينفعش والمسلم بقول له إليه محمد رسول الله وما قولوش ده ما ينفعش احترام الآخر احترام الدين الآخر لأن ده الأساس لا ما قدرش وإلا حتبقى الناس أمة واحدة والقرآن مش عايز كده لما الأذر قالي الحوار ما تقدريش تأسيم الحرية ولا الديمقراطية أنا هتحاور مع ده ودي لأ أنا لازم يتنسبت له كمان يمكن يتراجع ويمكن يحس أنه هو مش على حق تماما لما قوله طاعة تفضل أنت عايز تتكلم في أين تتكلم ساوى فلكن لازم يجوا جاء الأول الإخوان جاء السلفيون جاء العلمانيون مع السيد نجيب سويرس اسمه من العلمان الأقبط وجاء بعد كده الشيء اللي لازم الإعلام يركزين عليه أكتر شوي أنا بعاتب يعني مش بأنقض ولا بزعر حد لكن بأناشد هو بقى الموجات كل طواقف وأطياف الفكر في مصر الكتاب والشعراء والأدباء والفلاسفة والمفكرين وأسدت الجامعات المتميزين في اجتماع ده بقى الأول مرة يتم اجتماع ياخد ثلاثة أربعة ساعات أنا سأعود إلى هذه النقطة على وجه التحديد إذا اتسعى لها المجال المتعلقة بوثيقة الأزر واللقاءات مع هؤلاء ماشي آه لكن ما أريد أن أسألك عنه أولا هل تشعرون أن هناك منافسة في التأثير مثلا بين مشايخ السلفية وبين مشايخ الأزر؟ لسبب بسيط أوي حتى بعد الوثيقة ما ظهرت بكتير وده اللي كنت عايزة وصله لكن برضو السرعة عندك عشان الوقت وأنا بحترم وقتكو كمان لازم احترم وقتكو عني هو أنه ندعينا بقى مرشح الرئاسة ورؤساء الأحزاب وتقرص أطاقه في الدينية اللي قد يكون فيه اختلاف هل تنظرون إلى بعض فتاوى التي يصدرها مشايخ السلفية؟ هل تختلفون معهم؟ هل هناك حوار يجب؟ أي فكرة تدعو إلى العنف نحن نرفضها هل تم هناك في اللقاء الذي حدث الحوار الذي حدث يعني اجتمع شيخ الأزهر بالفعل مع مجموعة من المشايخ الذين يؤثرون سواء تلفزيونيا أو عبر الحضور لدى قطاعات من الشارع المصري وعبروا عن احترامهم للأزهر وأنهم يتشرفون بالتواجد فيه جميل لكن في هذا الإطار هل تم هناك حوار حقيقي حول مسائل يختلفون فيها مع ما ينشره الأزهر من مذهب الواسطي يعني حكمة الإمام الأكبر وحكمة توجهاته اللي هي معروفة لمن حوله من الأزهريين دلوقتي تجبر من هو أمامه أن يستمع وأن يناقش بالحكمة والمعوزة الحسن وبالتالي يعني لما يعلن عن رفض لسلوك ما يؤجج أو يسخن أو يستجلب العدوة والكره ويعرضه بشكل مهذب لائق وهو رجل أستاذ فلسفة ومنطق يعني أنا بتعلم منه المنطق أنا أستاذ حاجة تانية يعني نستطيع أن نقول أنها كانت لقاءات لمجرد استطلاع الأرض وليس لم يبدأ البناء حتى الآن يعني سلم المحاورون أو الحاضرون للأزهر للإمام الأزهر وبالتالي للأزهر الذي يحمله على أكتافه بأنه هذه أهدف عليا ونحن إن شاء الله الخطاب الديني سيكون ممتازا وجيدا وقال الإمام كل ما يرزعجه أزوج الأزهر من التطرف والإقصاء وقال إن الإسلام لا يقبل هذا والقرآن الكريم لا يقبل هذا ولم يعترض عليه يعني الحقيقة أن هذا يفتح ملفات كثيرة متعلقة حتى بالإسلام السياسي أتمنى أن يتاح لنا الفرصة لو يكن في هذا اللقاء في لقاء آخر لتطرق إليها لكن ما أريد أن أسألك عنه ونحن قد بدأنا بقانون دور العبادة الموحد فيما يتعلق بنزع فتيل الفتنة الحقيقة أن هناك ثلاث مسائل يعني تشبه برميل برود كلما اشتعل كلما اشتعلت الفتنة مسألة بناء الكنائس مسائل اجتماعية مثل الانتقال من دين لآخر أو مسائل حتى اجتماعية ذات طبيعة عاطفية مثلا أن يرتبط شاب وفتاة من دياتين مختلفتين فنجد أن البلد كلها تدفع ثمن هذا الارتباط هل لديكم من خلال مسائل الزواج مثلا من هنا أو هناك أو العلاقات العاطفية وتغيير الدين من الإسلام المسيحية والعكس هل في مؤسسة بيت العائلة وضعتم تصور لحلول جذرية لمثل هذه المسائل حتى لا تتحول في كل مرة إلى فتنة؟ وفيه أشياء اللي بد نشترك فيها جميعا وفيه أشياء خاصة بالكنيسة وحدها نعم يعني مشكلة الطلاق في المسيحية اللي أظهر ليس من حقه أنه هو يفتي فيه لأن الكنيسة القتال الأرثوذكسية تراه نصا مباشرا وزي ما يكون حد حيطلبني بأن نتنازل عن حاجة في القرآن الكريم أنا مش حوافق أنا كم نعم ده أولا ثانيا هو تغيير الدين اللي ممكن يعني نتناقش فيه وندرسه معا هو اكتشفنا أو يعني من بإيد لم تناقش فيه جلسة في الواقع لكن ملاحظة بناء الكنيس ما فيش مشكلة أنا بنقول كمان من المضحك أن حد يسألني بناء الكنيس حرام ولا حلال ده ما يبدو ما يخلص لازم أقفل الكلام يعني لأن الإسلام ما بيحملوش علاقة هذا ولا يرفضوه على الإطلاق بيدعو لعبادة الله وبأي كل واحد كما قدر له تغيير الدين بقى ده يعني من الواقع أن أغلب الحالات اللي بتتم سيدات شبات يعني عندهم مشاكل في الحالة مرتبط بالمسألة الاجتماعية وبالتالي مش قناعة ولا حاجة قوي وبالتالي مهمش المسلمين أن أبدا ينضم لهم حد ومهوش جاي بهدف الإسلام ويكون مقتنع به قوي ويكون كمان المجتمع مؤهل لأن فيه حريات كبيرة جدا غياب الحرية يا ابنتي هو أساس كل المشاكل أساس الفهم الخاطئ للدين أساس الدكتاتورية أساس التطرف اللي حيرض على القهر السياسي الموجود وبالتالي هناك الكنازة ما فيش مشكلة الزواج بقى ساعات بيتم أحيانا يتم أنه مسيحية تنتقل من طائفة إلى طائفة أخرى فيها تساهلات في هذا المجتمع يعني السؤال لماذا تتحول مسألة اجتماعية خاصة جدا في نتقل أسرة إلى فتنة يدفع من على الوطن؟ هذا هو السؤال طبعا هو الدين حاب يحرم لدينة لكن ما افترضناش جايز ما فيهاش دينة لكن واحدة عارفة واحدة على كل حالة طيب لما يحصل البلد بقى في حالة احتقان والأعصاب مشدودة جدا يحول كل شيء إلى جانب الدين يعني لو حضرتك لو أن المسيح وحضرتك مسلمة وعربياتنا ضربت في بعض في الشارع ستتحول إلى نصيب دلوقتي المفروض في مجتمع مستقر ملاش نصيب على الإطلاق احنا عملنا حدثة حتى كنائس انبابة لما حصل فيها المشكلة تقرير بيت العائلة كان ايه؟ انه ما تكلمناش في الدين ده عدس إرهابي اللي عمله سواء مسلم أو مسيحي اللي يثبت توروته فيه يعاقب أشد العقوبات نعم احنا يعني الحكومة نجحت ونظام الأمن الفاشل نجح في شيء واحد انه يرمي كل حاجة على الدين عشان يحافظ على نفسه فقط ويخلي قانون التوائم ونحن نتمنى لكم من خلال ثقافة الحوار والخطوات التي بدأ الأزهر الشريف يخطوها في هذا الاتجاه أن تتمكنوا من نزع فتيل كل هذه الأزمات التي تركمت ربما على مدى عقود أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار وأستاذ الحضارة الإسلامية شكرا لكم مشاهدين الكرام كنت معكم من القاهرة والآن أعود بكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة فإله لك